مصر والسعودية والإمارات والبحرين تحضر شخصيات وكيانات إرهابية مرتبطة بقطر قوات السوريا الديمقراطية تتقدم على حساب داعش في محيط الرقة والكوليرا تقتل مئات الأشخاص وتهدد حياة آلاف أخرين في اليمن أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر أنها اتفقت على تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب والمحظورة لديها والتي سيتم تحديثها تباعاً والإعلان عنها وشدد بيان الدول الأربع على أن القرار جاء في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف والعمل المشترك للقضاء عليه إذ أن السلطات في الدوحة مستمرة في انتهاك الالتزامات والاتفاقات المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء أفراد أو منظمات تهدد أمن الدول وأن السلطات في الدوحة تجاهلت الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه في اتفاق الرياض سنة 2013 والاتفاق التكملي سنة 2014 وهذا ما عرض الأمن الوطني للدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها وأكدت الدول الأربع أن القائمة المدرجة مرتبطة بقطر وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية وجددت الدول الأربع التزامها بدورها في تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة وأكدت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر شكرها للدول الداعمة لها في إجراءاتها في مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجي أنوار جرغاش في تغريدة الله على موقع تويتر إن تصعيد الكبير المربك والمرتبك من دولة شقيقة وطلب الحماية السياسية من دولتين غير عربيتين فصل جديد مأساوي وهزلي وقال الوزير الإماراتي إن هذه الدولة ترى خلاصها الآن في الدعم الخارجي بعدما تدخلت في شؤون العرب مقوضة استقرارهم دعت مصر إلى فتح تحقيق دولي بشأن اتهامات لدولة قطر حول دفع فدية تبلغ مليار دولار لجماعات الإرهابية في العراق وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عد نائب مندوب مصر لدى الأمم المتحدة إيهاب مصطفى أن دفع فدية للإرهابيين يخالف قرارات مجلس الأمن أن دولة قطر قامت بسدات ما يقارب مليار دولار لتنظيم إرهابي يعمل في العراق للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدى هذا التنظيم عندما كانوا في رحلة صيد بالعراق إن مثل هذا الانتهاك الخطير لقرارات مجلس الأمن إن ثبت صحته ستكون له نعكسات هامة على جهود مكافحة الإرهاب ونقترح قيام المجلس بالتصديق على إجراء تحقيق شامل في هذه الواقعة وربما غيرها من الوقاء ذات المماثلة في الشأن السوري قال مراسل أخبار الآن إن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من تحرير الفرقة 17 ومعمل السكر في المحور الشمالي لمدينة الرقة وأنها تخوض معارك عنيفة ضد تنظيم داعش في الجبهة الغربية لمدينة الرقة بهدف السيطرة على حي الدرعية الذي يدافع عنه التنظيم بشراسة وفي الجهة الشمالية تحاول القوات الديمقراطية اقتحام حي الروميلة الذي يعد أكبر أحياء المدينة أولى دفاعات تنظيم داعش في مدينة الرقة من الجهة الشرقية باتت تحت سيطرة قوات السوريا الديمقراطية والفصائل الأخرى بعد يومين من المعارك كاميرا أخبار الآن دخلت حي المشلب الذي يعد منطلقا للعملية العسكرية الجارية الهادفة لتحرير الرقة كاملة من داعش فيما تستمر عملية التقدم على المحاور الأخرى نحن الآن داخل مدينة الرقة بالفعل كما ترون لقد سيطرنا على هذا الحي المهم وتتقدم باقي القوات لتضييق الخناق على داعش لكسر أقوى تحصيناته والسيطرة على هذا الحي وغيره هي بداية نهاية داعش بالرقة القوات المشاركة وضعت خطة عسكرية دقيقة بالتنسيق مع طائرات التحالف الدولي التي تتلقى إحداثيات من قبل عناصر الرصد على أرض المعركة وقد ساعدت عمليات القصف المركز على تدمير تحصينات التنظيم وتهويها أمام أفراد كتائب المشات المتقدمة البارح دخلنا مدينة الرقة سيطرنا على 35% في مدينة المشلبية والآن تحت سيطرة الرفاق النهية والحملة الآن تسير تقدم بتحرير حي المشلب ونقاط أخرى لم تفسح عنها غرفة عمليات المعركة لحساسية موقعها تكون الرقة قد دخلت فصلا جديدا يقضي بالإجهاز على حسن داعش في سوريا وعاصمته التي طالما تغنى باحتلاله لها أحييكم من جديد في العراق استعادت القوات الأمنية 85% من مساحة حي الزنجيل في الجانب الأيمى من مدينة الموصل مشيرة إلى أنها باتت على مشارف المدينة القديمة وقالت القوات العراقية أنها تكثف من عملياتها الاستخباراتية الميدانية ورصدها الجوي لمراقبة تحركات قيادات داعش واستهدافها بالصواريخ الموجهة إلى التفاصيل بعد معارك عنيفة بين قطعات الشرطة العراقية وتنظيم داعش الإرهابي في الجانب الأيمن من الموصل أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت اليوم الأربعاء عن استعادة 85% من مساحة حي الزنجيل في الجانب الأيمن من المدينة مبينا أن القوات وصلت إلى باب سنجار على مشاريف المدينة القديمة وأضاف أن القطعات تتقدم بحذر شديد إثر قيام داعش بتلغيم المباني والمنازل والشوارع وعمدة الكهرباء وعجلات المواطنين كما قال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميدة الركن يحيى رسول أن قطعات المحور الشمالي فرضت سيطرتها الكاملة على المدينة القديمة وأن هذه العمليات أسفرت عن مقتل 34 من عناصر داعش بينهم القيادي المكنابي أبي البراء التونسي المسؤولي عن معامل تصنيع العبوات في الموصل القديمة وفي الجانب الآخر أكد عضو مجلس محافظة نينواء حسن سبعاوي أن القوات الأمنية بشتى صنوفها تحرز تقدما جيدا ومحترفا برغم المعويقات المتمثلة بوصولها إلى الأزقة الضيقة وحرصها على أرواح المدنيين كما ذكرت وكالة روسية بأن تنين مدعش استخدم للمرة التاسعة الغازات الكيميائية في قصف المدنيين الهاربين من سطوته في ساحل الأيمن لمركز نينواء شمال العاصمة العراقية بغدال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو الآخر أكد أن لديه تقارير عن تصاعد كبير في أعداد المدنيين العراقيين الذين يقتلهم التنظيم الإرهابي أثناء فرارهم من الموصل وأضاف المكتب أن لديه أيضا تقارير عن سقوط ما بين 50 و 80 قتيلا في ضربة جوية لمنطقة زنجيلي في الواحد والثلاثين من الشهر المصر وأشار المكتب في بيان له أن هناك تقارير موثق بها تشير إلى مقتل أكثر من 231 مدنيا أثناء محاولتهم الفرار من غربي الموصل من 26 مايو أيار من بينهم 204 على الأقل خلال ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي وحده التقت أخبار الآن موصليين نجوا للتو من احتلال داعش في منطقة الزنجيل الواقعة شمال غربي الموصل القديمة بينهم امرأة أصيبت برصاص قناصا من التنظيم في ساقها نتابع عائلتي زوجي جثل راح بالقصف ومرت حتى ما نعرف لاجت معايا بناتي بناتي غادي الولد سعفوني لي هنا أبويا ما نعرف ما يعترفون بنا بس بعوائلهم هم هذا ببيوتنا ببيوتنا قائدين ناكل نشرب ونموت نعيش نطيب مشكلتكم أنتوا ما تحبونا وإحنا ما نحبكم يانا نطبق معاويا أنتوا بالدولة نقولوا لا مشكلتكم أنتوا بالدولة مشكلتكم من قلوا ما بالدولة وهذا ومشكلتكم روحوا يابو نطونا شوي تمن ما بالدولة لكم أحد بالدولة يابو ما عدنا زخ نبوت ننطيكم لا 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 يسمعون إذا وروت منار التي نجت من داعش في منطقة الزنجيلي روت قصة صديقتها سمية التي تزوجت قبل احتلال داعش للموصل بسنة لتكتشف بعد ذلك أن زوجها منتمن إلى هذا التنظيم مؤكدة أن سمية حاولت التخلص منه إلى أن ما تسمى بالمحكمة الشرعية التابعة لداعش رفضت تطليقها صديقتي سمية يعني هي اتزوجت ورحنا على الزواج ما لقبل ما يفوتون داعش بعدين وراء الزواج في فترة تقريبا سانة هيتي طبوا علينا فاش راح زوجه وراح عليهم صاروا إياهم وراها فترة يعني عافت وتتصلك منه بس هموا ما ينطل حقوق للمرأة يعني ما حتى بعد ما تقدر تعوفوا غصبا عنها عايشة ويا يعني وظلت وياها السنين بس بمذلة عايشة راحت على المحكمة قدم الشكوة قالوا لها يا أنت يعني تخلعي إذا تتقللهم يا شنو مشغلات يعني بايخة ما تقبل يزوج عليها أو تريد تعوفوا يا ما تتحمل العايشة ويا ما تقبل تقول لهم على مدهوة داعش إذا تقول لهم هي شي غير هم تاكل أعليس فما تقبل تقول لهم على مدهوة داعش تقول لهم يعني ما أريدوا هاي والله ما عندك عذر تعيشين مع غصبا عنيش بس أنا ما أعرف كل شيء نصال إننا شهرين عبيتنا ما نطلع باب الحش أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف عن قلاقها حيال التهديد الذي يطال حياة مئة ألف طفل في غرب الموصل حيث تخوض القوات العراقية معارك لتردي أفراد داعش التفاصيل في تقرير الزميلة ديما نجم مع اشتداد المعارك بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم داعش في الجانب الغربي من الموصل يعيش نحو مئة ألف طفل تحت تهديد الموت بيانا لمنظمة طفولة اليونسيف أوضح أن ما يقدر بمئة ألف فتاة موفتة لن يزالون يرزحون تحت وطأة ظروف بالغة الخطورة في المدينة القديمة ومناطق أخرى من غرب الموصل وأن عددا منهم علقون وسط إطلاق النار المتبادل لفت البيان إلى أن بينها أولاء من أجبر في بعض الحالات على المشاركة في القتال والعنف أكدت المنظمة أن الأطفال يقتلون ويتعرضون للإصابات ويستخدمون كدروع بشرية كما أنهم يختبرون ويشهدون عنفا فضيعا لا يجدر بإنسان أن يشهد تحدثت المنظمة عن تقارير مقلقة تتلقاها باستمرار تفيد بتعرض مدنيين من ضمنهم عدد من الأطفال في غرب الموصل للقتل مشيرة إلى أن بعضهم قتلوا أثناء محاولتهم اليائسة للهرب من القتال الذي يزداد بين ساعة وأخرى وأن مسلحي تنظيم داعش يطلقون النار باتجاه المدنيين الذين يحاولون الفرار من المناطق الخاضعة لاحتلاله ويستخدمونهم كدروع بشرية ومع استمرار القتال دعت اليونسيف جميع الأطراف في غرب الموصل إلى حماية الأطفال وإبعادهم عن الأذى في جميع الأوقات وذلك بموجب التزامات جميع أطراف النزاع بالقانون الإنساني وشددت يونسيف على أن الهجمات على المدنيين وعلى البنى التحتية المدنية بما فيها المستشفيات والعيادات والمدارس والمنازل وشبكات المياه يجب أن تتوقف فوراً في شان اليمني تتزايد مخاوف اليمنيين والمنظمات الدولية من خروج وباء الكوليرا عن السيطرة بعد ارتفاع عدد حالات الوفيات في البلاد لتصل إلى نحو 800 حالة منذ بدء تفشي الوباء في شهر أبريل نيسان الماضي بحسب آخر الإحصاءات المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية التي أكدت أنه جرى تسجيل أكثر من 100 ألف حالة إصابة بالكوليرا أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات المصابين بوباء الكوليرا في اليمن إلى أكثر من 100 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء في 27 من أبريل الماضي وقال المتحدث باسم المنظمة إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف حالة إصابة بالكوليرا توفي منها 789 شخصاً في 19 محافظة بسبب الوباء وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن التفشي لم يبلغ ذروته بعد مضيفة أن عدد وفيات الكوليرا زاد نحو 50% منذ 27 من مايو الماضي وأشرت إلى أن الفترة من 27 من أبريل حتى الرابع من يونيو كان هناك 86 ألف حالة اشتباه في الكوليرا في 19 من بين محافظات اليمن البالغ أعددها 23 محافظة وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن وباء الكوليرا يمكن الوقاية منه ومعالجته ولا ينبغي وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بسبب هذا المرض وإن كل تأخير في الدعم يؤدي إلى إصابة المزيد ويسبب الكوليرا إسهالا حادا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وتقل عمارهم عن خمس سنوات هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة من جانبها قالت منظمة أوكسفام الدولية الإنسانية في تقرير نشره موقعها الإلكتروني إن وباء الكوليرا المتفشي في اليمن يقتل شخصا واحدا تقريبا كل ساعة وأضاف التقرير أنه إذا لم يتم احتواء وباء الكوليرا فإنه سيهدد حياة آلاف الأشخاص في الأشهر المقبلة ودعت المنظمة في تقريرها إلى بذل جهود كبيرة في مجال المساعدات والوقف الفوري لإطلاق النار للسماح للعمال الصحيين والعاملين في مجال الإغاثة بمعالجة تفشي المرض وقال التقرير إنه خلال الأشهر المقبلة يمكن أن يصل عدد حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن إلى 150 ألف حالة مع وجود توقعات تجعل التقديرات تصل إلى 300 ألف حالة تتواصل اجتماعات مجموعة الاتصال حول المتوسط لوضع خطة لوقف تدفق المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا يتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه ليبيا ترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية بالرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها البلاد إلى التفاصيل عملية عودة طوعية لعدد 26 شخصا من نيجيريا تمت صباح اليوم بعد أن اختر هؤلاء المهاجرون الذين أفضلوا موقفين بمراكز الإيواء العودة طوعيا إلى بلدانهم الأصلية مثل هذه العمليات تتم عادة بإشراف من منظمة الهجرة الدولية وبالتعاون مع مراكز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا بعد أن يتم إصدار وثائق سفر لهم والتحقق من هوياتهم اليوم عنا عملية عودة طوعية لعدد 26 شخص من دولة نيجيريا معظمهم من النساء العملية جت بالتعاون مع مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية مكافحة الكاراريم طبعا قمنا بمجرد أن وصلوا للمركز قاموا بالتواصل معنا حليل المكتب قمنا بزيارتهم وبالتنصيق مع المركز قمنا بإصدار وثائق سفر للأشخاص الذين عندهم الجوازات بالتعاون مع سفارة نيجيريا في طرابلس وفي آخر تحديث للمنظمة الدولية للهجرة التي قالت أنه يتم الاتجار في أعداد متزايدة من المهاجرين الأفارقة الذين يمرون عبر ليبيا وفي آخر إحصائية للمنظمة فإن أكثر من 350 ألف مهاجر متواجدين حاليا في ليبيا 93% منهم غادروا بلدانهم بسبب الأوضاع الاقتصادية فيما اختار 23% العودة الطوعية إلى بلدانهم وتعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرا حيث سلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثات الماضية خسر حزب المحافظين بزعامة تيريزا ماي الغالبية المطلقة في البرلماء في الانتخابات التشريعية المباكرة التي جرت يوم أمس الخميس في بريطانيا بحسب النتائج الرسمية الصادرة اليوم الجمعة وكشفت النتائج شبه النهائية أن المحافظين في الطليعة لكنهم خسروا نحو 12 مقعدا بينما فازت المعارضة العمالية بنحو 30 مقعد أحييكم من جديد شهر رمضان يعد فرصة عظيمة للراغبين في إنقاس الوزن والتخلص من السمنة وأمراض القلب المختلفة ولكن توجد عادات خاطئة في شهر رمضان التي يجب تجنبها لتحقيق الهدف من الصوم ووقاية الجسم من الأمراض المختلفة فما هي العادات الغذائية الخاطئة التي يتبعها الصائم في شهر رمضان الإجابة مع الزميلة مونة عواد معدة فقرة التغذية في أخبار الآن مع حلول شهر رمضان المبارك وبدء الصوم تكثر الموضوعات والنقاشات المتعلقة بالطعام عامة والتغذية والصحة خاصة وكل ما يجب وما لا يجب القيام به في هذا الشهر الكريم الذي يجلب معه كثيرا من التغير في عادات الأكل والشرب فقد أثبتت الدراسات الحديثة فوائد الصوم على الصحة البدنية وإنقاص الوزن وتخلص الجسم من السموم لكن في المقابل يميل بعض الناس إلى قلة الحركة أثناء شهر رمضان ويلجأ البعض إلى النوم بعد الإفطار إلا أن النوم بعد تناول وجبة طعام كبير ودسمة قد يزيد من خمول الإنسان وكسله أخصائية التغذية والصحة لماء النائلي حدثتنا عن العادات الخاطئة في رمضان نتابع من أهم العادات الخاطئة اللي بيعملها الأشخاص الصائمين بشهر رمضان الكريم هو الاستلقاء مباشرة بعد تناول وجبة الإفطار الرمضاني طبعا متلاقي كل الأشخاص مستلقين فورا بعد الوجبة هذا الشيء بيسبب عسر هضم، نفخة، غازات هذا الشيء طبعا أكيد بيسبب للأشخاص تخمة وممكن يصير عندهم مشاكل صحية تأثر على صحتهم بشكل عام كما هيك بنقول يجب مضغ الطعام جيدا على وجبة الإفطار الرمضاني وتجنب الاستلقاء مباشرة أو من نام ممكن أن نرتاح شوي ومن أكل فواكه وحلويات مباشرة بعد وجبة الإفطار نترك ساعة ونصف ساعتين لكي نعطي فرصة للأكل اللي تناولنا على وجبة الإفطار أنه ينهضم بشكل صحي ومثالي وتذكر دائما غذائك حياتك ونتحول وإياكم مشاهدين إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم تجولنا القصير مشاهدين بين الصحافة العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نطالع منها واتساب يطرح مزايا جديدة للصور على أجهزة أبل أضف تطبيق الترسل الفوري واتساب ميزات جديدة لنسخته العامل على نظام تشغيل الأجهزة المحمولة التابع لشركة أبل اي او اس وحصل التطبيق على ثلاث ميزات جديدة تعد بمنزلة تغييرات صغيرة ولكنها مفيدة لمستخدمي التطبيق إذ سيصبح بإمكانهم إضافة الفلاتر والمرشحات إلى الصور ومقاطع الفيديو والصور المتحركة جي اي اف اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية منهج دراسي مهم من جوجل للأطفال تعمل شركة جوجل العملاقة على إطلاق برنامج تعليمي يهدف إلى توعية الأطفال حول التصعيد الاحتيالي ومضايقات الانترنت وكلمات المرور وقضايا أمن الانترنت الأخرى البرنامج الجديد يعالج المواضيع ذات الصلة بجميع الأعمار ويتضمن أقساما حول كيفية الحد من مشاركة المعلومات الشخصية مع الأشخاص عبر الإنترنت وتجنب الوقوع في عمليات الخداع أو هجمات التصيد الاحتيالي وإنشاء كلمات مرور قوية وتجنب السلوك السلبي عبر الإنترنت صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين عنوانت بين صفحاتها فيسبوك يطور أدوات جديدة للمساعدة على إغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية أعلن موقع فيسبوك عن خططه لاستخدام برامجه لتقديم خدمات الطوارئ ومساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية ولتحقيق ذلك أنشأ فيسبوك ثلاثة أنواع مختلفة من الخرائط لمساعدة السلطات على تتبع الناجين بعد وقوع كارثة طبيعية وحتى الآن أكد فيسبوك أن اليونسف والصليب الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي سيكونون المنظمات الوحيدة التي لديها أمكانية الوصول إلى البيانات ومن صحيفة الإمارات اليوم مشاهدين نقرأ إنتل تطرح معالجات جديدة تنفذ تريليون عملية في ثانية أعلنت شركة إنتل المتخصصة في مجال صناعة المعالجات عن إعادة تنشيط المعالجات المخصصة للعمل على الحسابات المكتبية المعالجات تحمل اسم كور أكس وتعمل بثمانية عشر محورا لتوفر أسرع معالج مكتبي عرفه العالم على الإطلاق قادر على تنفيذ تريليون عملية في الثانية وختاما مشاهدين من صحيفة القدس تعرف على تقنية جديدة ستلغي بطاقات الصعود للطائرة أعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية جيت بلو عن خططها لاستعمال تقنية المسح الضوئي للوجه بدلا من بطاقات الصعود التقليدية وتحاول التكنولوجيا الجديدة مساعدة الركاب في الوصول إلى مقاعدهم بطريقة أسرع مع تقليل الجهد اللازم في حال كانت التقنية تعمل بشكل صحيح وموافقة الركاب على الأثار المترتبة على الخصوصية نعود إلى أخبارنا ومشاهدين وفي الرياضة نقرأ أعلن مهاجم تشيلسي الإنجليزي الإسباني دييغو كوستا نيته الرحيل عن الفريق اللندني الموسم المقبل وعلن كوستا أنه تلقى رسالة نصية من مدربه الإيطالي أنتونيو كونتي أبلغه فيها أنه لا يعتمد على خدماته الموسم المقبل وفي الوقت ذاته أفادت سكاي سبورتس أن وكيل كوستا دخل في مفاوضات مع ميلان الإيطالية وفي خبرنا الأخير وافق النجم الأرجنتيني ليونال ميسي مبدئيا على تمديد عقده مع فريقه برشلونة حتى سنة 2022 إذاعة كاتالونيا أكدت أن والد ميسي ووكيل أعماله وصل إلى برشلونة واتفق مع الإدارة على بنود العقد الجديد الذي سيمنح ميسي راتبا سنويا يصل إلى 30 مليون يورو إضافة إلى رفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده من 250 مليون يورو إلى 400 مليون ومن المقرر أن يعلن عن تمديد العقد يعلن نهاية الشهر الحالي وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين مصر والسعودية والإمارات والبحرين تحضر شخصيات وكيانات إرهابية مرتبطة بقطر قوات سوريا الديمقراطية تتقدم على حساب داعش في محيط الرقة والكوليرا تقتل مئات الأشخاص وتهدد حياة آلاف آخرين في اليمن بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع أعدو ألتقيكم مشاهدين بعد أقل من نصف ساعة في مجلس الأنباء كونوا معنا اشتركوا في القناة